فيدي متابعي قنوات بينسبورت في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في كل مكان وكل عام وأنتم بخير إلى ثاني مباريات تدور روبع النهائي ربطول الدوري أبطال إفريقيا النصر رقم 57 من تاريخ هذه البطولة منذ أن انطلقت في العام 64 الهدف الأول في الببراء لعبة قوية رأسية مرت جول جول أول يأتي لفريق كايزر شيفز ركنية رائعة أسكن الشباكي ريك ماتوه ريك ماتوه يسجل أول أدف الفريق الجنوب الفريقي من جملة رائعة من ركنية جاء الأدف بعد أن ضعت فرصة خطيرة على اللعب قد إلى الدور روبع النهائي من هذه البطولة للفريق الجنوب الفريقي هذه كرة في الأمام توهو الكرة في الأمام ومحاولة الأم من ميكي السوني أولد استلم لكن طالت الكرة أجمل الآن التبريرة من جاري ميكي السوني خطيرة المحاولة لألي سنباب ممكن التعادل لكن في اللحظة لفريق بونديال جنوب الفريقي الفين وعشرة هذه كرة في الأمام لنوركوفيتش يقول لرجل تلعب تركنية على حدود ماتغة الجزاء بواليا بحاول مناسبتين علي في الأمام خطيرة ممكن هدف تاري لكن مرة مرة تعدت من أمام دانييل أنتونيو كاردوزو كرة الزبتة في منطقة الخطورة للفريق الجنوب الفريقي دانييل كاردوزو راح على القائمة البعيدة مبال أهلي ميكي سوني بالقدم اليوسر الموزنبيقي لكن تركها ميكي سوني وتزديدة لكن ربلوانجا عادت إلى باركر مرة أخرى من جديد عرضية عليو مريبة وعجيبة وكان هناك راية كان هناك راية على نوركوفيتش نسخة هذه كرة خطيرة جول جول تاني يأتي الآن لفريق كايزر تشيفز بضربة رأس سمير نوركوفيتش يضيف الأدف التاني بضربة رأس نوركوفيتش يسجل تاني هدف كايزر تشيفز كايزر تشيفز سمبا تانزالي لشيف في الوقت اللي كان بيستعد فيه أحد اللاعبين المدناء للنزول كبديل لضم ساري زومة يأتي أدف مباغت لأن لفريق تايزر تشيفز تلقى خطيرة من جديد ميكي سوني ميكي سوني هل يعادهم من جديد لأجواء المباراة الفراد تارينيون خضع طبعا لفرنسا هذه كرة في الأمام خطيرة بمحاولة تاتلها من جديد من نوركوفيتش الدولي الموزنبيق وعض اللاعبين فريق سمبا التنزالي يلعب كرة بالأمام يا ولد عرضية قطيرة تقب هذه البطولة على أنه هذا الدور هو دور الحقيقة التالت اليأتي الآن التالت التالت لا مات التالت لنوركوفيتش الضرب القاتلة تأتي الآن من جانب نوركوفيتش ثنائية ثنائية في هذه الليلة لنوركوفيتش للعب السربي سجل الأول السمع الأول وسجل التاني والتالت وأصبحت النتيجة الآن تالت لكايزر تشيفز لا شيء لسمبا التنزالي في مهب الريح في هذه المباراة سمبا التنزالي ومدربهم دي دي جومز داروزا لم يجدوا الحلول في هذه الليلة لم يجدوا دوري ثيرو ثلاثين فاز عليه في أنجولا بأدفه قبل لا شيء